السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملا بخير على خير وفي أحسن أحوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع أخر الأخبار وأخر المستجدات اليوم الإخوان قد نتكلم على واحد تصريح مزلزل من طرف ناس البوريطة وزير الخارجي المغربي لإسبانيا بالخصوص يعني كان رسالة هو مع ممشي الإسم ولكن دول جوار يعني إحنا يعرفينها كذلك قد نشوفوا واحد الرد من إسبانيا فيما يخص القرار اللي كان نصارم القرار دي الحكومة المغربية في تغيير الإسم دي الحدود المعابر دي السبتة ومليلي المحتلتين بقوا معي الإخوان شوفوا التفاصيل دي هذا الموضوع ولكن دائما كانت من منكم الإخوان لايكوا بارتاج واشتركوا في القناة متتبعي الأوفية شكرا جزيلا للدعم ديلكم وتحفيز ديلكم جزاكم الله خيرا أما الضيف في جداد فهم مرحبا وآلف مرحبا مرحبا بكم في القناة ديلكم مرحبا بكم في العائلة ديلكم تانية ودائما كان نستمر في القضية المقدسة عن الشعب المغريبي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله سننخلصوا بالموضع إخواني أخواتي كان واحد القرار صارب اللي خدته الحكومة المغربية في تغيير الاسم ديال الحدود هنا إخواني أخواتي كانت المركز الأمني الحدودي اللي سبتا أو اللي معبار مليليا المحتلة تم تغيير ديالها غير بالمركز الأمني ديال باب سبتا أو ديال باب مليليا هنا إخواني أخواتي الإسباني جنو جنون ومباوي يحماكم لأن هذه إلى فعلا تغيير الاسم رهو واحد الخطوة خطيرة واللي كيأكد فيها المغرب السيادة دياله على هذ المدينتين المحتلتين هنا إسبانيا الإخوان مني تصدر داك القرار وإسبانيا كاملة مقلوبة الصحف الإسبانيا الإعلام الإسباني بدون استيثناء كل شي كيهضر على هذ القرار يعني الرباط فعلا إكدت هذ الخبر باللي تم تغيير ديال داك الاسم يعني تحيدت الحدود يعني المغرب برا كيفرت السيادة دياله على هذ المدينتين المحتلتين هنا إخواني أخواتي اليوم جريدة الاسبانيول شنو غادي يديرو او شنو هي ردة الفعل دي الاسبانيا الى فعلا هاد الخبر يعني صحيح اسبانيا كتأكد وكتعاو تأكد بلي الى هاد الخبر صحيح غادي يوقفو جميع التعاملات ديلهم مع المغرب وخيل اخوان احنا يا هاد الكلام او هاد القرار اللي بغت تاخد اسبانيا احنا عارفينو غير مجرد كلام لان هاي الاخوان اسبانيا لا عندهاش الجرأة وما تقدرش انها توقف تعامل ديلها مع المغرب هو قادر المغرب من اليوم قد يقطع معها جميع يعني رقض معها العلاقات ولكن مازال تعاون الامن والاستخبارات يعني مازال خدام هنا اسبانيا هاد القبر او هاد الشيليدر جريدة الاسبانيول امن معروف ان جريدة الاسبانيول هي قريبة بزاف من الحكومة لاتبانيا يجربوا مع المغرب يعني يجربوا هاد التاكتك أو يجربوا هاد الخدماء انهم كيقولوا إخواني أخواتي إسبانيا إلى ناطق طعات أو وقفة التعامل مع المغرب رأي المهاجرين يحتلوا سبتا ومليليا ويحتلوا حتى إسبانيا ويصدقوا الإسبان غير ضيوف بلادهم يعني المغرب لو وقف معهم التعاولين المغرب هو اللي راح حامل الحدود إلى المغرب وقف من التعامل ديالو رأي إسبانيا غدي تغرق إسبانيا غدي تستعمر مطارف المهاجرين وحاجة أخرى إخواني أخواتي وكان إسبانيا يعني قادرة أنها تحمي الحدود رغمها غديش تكون مسرة على إصلاح العلاقات وما خلت مدير باش المغرب يصلح معها العلاقات إسبانيا عارفة بلي المغرب هو اللي حاميها إسبانيا عارفة بلي عندها مصلاحة كبيرة عند المغرب وما تقدرش تستغنى على المغرب يعني هاد القرار أو هاد الخبر اللي خرجت جريدة الإسبانيول هو غير كلام عابر يعني ما منوش إحنا كنتشاركوا معاكم يعني الكلم اللي كيقولوا الصحف الإسبانيا اللي كتكون قريبة من الحكومة الإسبانيا يعني هاد الخبر بغي غير يقيص النبض ديال المغرب كذلك إخواني أخواتي الموضوع المهم اللي جينا نهضروه فيه اليوم هو التصريح المزلزل ديال ناصر البوريطة اللي قصفهم طبيعة الحال دول جوار اللي هي خصوصا خصوصا إسبانيا اللي رهكتمنى أنها تصلح العلاقات مع المغرب هنا إخواني أخواتي هاد التصريح ديال ناصر البوريطة ودائما كنقولوا أنه يقصف ولا يبالي وهما الإسبانيا الإخوانرا هم مرعوبين من الدبلوماسية دياله دائما غير التحط أو كيوجد الشي تصريح كي يبقوا مصدومين كيشوفوا شنو غادي يقول هنا إخواني أخواتي الصيد ناصر البوريطة شنو كيقول أكدوا كي يحاودي أكد باللي المغرب حاليا محتاج لأصدقاء قويين محتاج لحلفاء وشراكاء قويين واللي يقدر المغرب يتسند عليهم يعني اللي يكونوا سند له وبطبيعة الحال أول سند له هو الولايات المتحدة الأمريكية اللي كتدعمه في صحراء دياله هنا ناصر البوريطة كيقول باللي جلالة المالك نصره الله بالأولويات دياله هو التعامل بثقة وحس الجوار ولكن حاليا دك حس الجوار ما بقاش لأن بالأولويات ديال جلالة المالك حس الجوار ولكن يكونوا هذي الجيران أوفياء نستروي الإخوان على أوفياء لأن الجيران ديالنا ما كان فيهم حتى واحد وفي حتى واحد ما فيه ثقة حتى واحد ما كيبغي الخير للمملكة المغربية هنا حاليا السيد ناصر البوريطة كيقول باللي المغرب حاليا حس الجوار ما كي يعنيش لي حتى شي حاجة يعني الكلمة ديال حس الجوار ما بقاش أو ما بقاش لها اعتبار في المملكة المغربية وبطبيعة الحال هذي الكلام هو غادي الإسبانيا وموجه الإسبانيا ورسالة واضحة للجيران والفاهم يفهم يعني إسبانيا ستفهم بلي هذي التصريح أو هذي الكلام ره موجه لها حاليا المغرب ما كيعتبرش وما كيهموش حوصل الجوار كما كان كيهمو قبل لأن المغرب دائما كان كيحتار من الجوار وكيحتار من الجيران ولكن من يلقاه هوم كيقلبوا غلغة للمملكة المغربية كيقلبوا ويديروا خطط ومؤامرة باش يطيحوه وما بغوش يسندوه في الوحدة الترافية دياله وكل هوم كيقلبوا يزعزعوا له الاستقرار ويشتشتولوا بلاده لهذا المغرب حاليا ما كيعتبر كلمة ديال حس الجوار ما كتعني لي حتى شي حاجة هذا هو التصريح المزلزل ديال السيد ناصر بوريطة أسد الدبلوماسية المغربي اللي عنده المقص الذهبي وفق ما الإخوان كيكون عنده شي تصريحة الإسباني كيشدوا على قلبهم كيتناو شنو غادي يقول مهم تحية له كبيرة تحية الدبلوماسية المغربية وتحية الجلالات الملك محمد السادس نصره الله قائد البلاد وحامي البلاد ودائما مستمرين في القضية المقدسة ديالنا قضية الصحراء المغربية اللي هي تشفق راسنا والصحراء والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ولا عزاء للحاقيدين تحية لكم كبيرة وما تنسوش الإخوان تعاليق ديالكم أول حاجة تعاليق الارتسامات ديالكم لآراء ديالكم حول موضوع اليوم كذلك تعاليق الوطنية اللي كتحفزنا وكذلك اللي كتشجعنا نبحثوه في الجديد إخواني أخواتي تعاليق الوطنية الله الوطن الملك والصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشكرا الحسن المتابعة شكرا على الحضر ديالكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة